تعمل وزارة الداخلية ممثلة بمديرية شرطة محافظة العاصمة على تأمين المناطق السياحية عيث تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأمن والسلامة العامة وتتكامل هذه الجهود مع شراكة فاعلة بين الجهات المعنية من خلال حملات تفتشية على منشأة القطاع السياحي الخاص تشكل مملكة البحرين وجهة سياحية ذات طبع خاص استنادا إلى حضارتها التاريخية وما يتمتع به شعبها من تسامح وود وتعايش وانفتاح على الآخر وفي هذا الإطار تعمل وزارة الداخلية متمثلة في مديرية شرطة محافظة العاصمة على تأمين المناطق السياحية والتي تكثر فيها حركة الزوار وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأمن والسلامة العامة في هذا الشأن مديرية شرطة محافظة العاصمة قامت بعدد من الإجراءات لتأمين المواقع السياحية في عموم محافظة العاصمة من خلال هذه الإجراءات يتم نشر الدوريات الأمنية ودوريات شرطة المجتمع بشكل يومي على جميع المواقع السياحية والأسواق والمجمعات تجارية وكذلك يتم وضع خطة أمنية متكاملة لبعض المواقع التي تشهد كثافة في توافد السياح وكثافة في الحركة المرورية ومن خلال هذه الخطة يتم التعاون والتنسيق مع مختلف إدارات وزارة الداخلية ذات العلاقة الهدف من هذا التنسيق هو ضمان الانسيابية في الحركة المرورية وتعزيز الشراكة المجتمعية بين أفراد الشرطة والمواطنين والسياح في هذه المواقع كما تتكامل هذه الجهود مع شراكة فاعلة بين الجهات المعنية من ضمنها هيئة البحرين للسياحة والمعارض من خلال تنفيذ حملات تفتيشية على منشآت القطاع السياحي الخاص للتأكد من تطبيق الاشتراطات التنظيمية واللوائح المعمول بها والامتثال للمعايير السياحية ما يحقق النمو السياحي المستدام طبعا بالتعاون مع وزارة الداخلية وفي إطار الشراكة المجتمعية تقوم هيئة البحرين سياحة المعارض بإجراء حملات تفتيشية على المنشآت السياحية وذلك في إطار الحرص على تقديم تجارب سياحية مثالية وتعزيز مكانة البحرين كوجهة سياحية وفقا للأنظمة والقوانين طبعا يأتي ذلك بما يتناسب مع هدف تقديم خدمات سياحية مستدامة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتهدف هذه الجهود والخطط الأمنية إلى حفظ سلامة الجميع على مدار العام مع وجود أداء أمني متكامل وعلى مدار الساعة لضمان المكانة الحضارية التي تحظى بها المملكة بما يعزز من مساعي ترسيح مكانتها كوجهة سياحية مميزة ومرموقة للزوار للاستمتاع بتجربة آمنة في كافة منشآتها السياحية من جهة والحفاظ على سمعة القطاع السياحي في المملكة من جهة أخرى شكرا